اسم الدرس أتدرب على حل المسائل المسألة الأولى يسع خزان سيارة 57 لتر من البنزين انطلقت السيارة من مدينة قفصة في اتجاه صفاقص التي تبعد عنها مسافة 190 كم وبخزانها نصف ساعته بنزينا وعند وصولها إلى صفاقص أصبح بالخزان واحد على ثلاثة ساعته بنزينا استغرق الذهاب مدة إثنتين ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة ومثلها أثناء الرجوع وقضى الصائق مدة ثلاثة ساعات ونصف في مدينة صفاقص لقضاء شؤونه أحدد بالليتر كمية البنزين المستهلكة أثناء الذهاب والإياب الإجابة كمية البنزين التي بالخزان عند انطلاق السيارة من قفصة الساعة الجملية للخزان على ساعة الخزان من البنزين 57 على 2 يساوي 28.5 لتر كمية البنزين المتبقية بالخزان عند الوصول إلى صفاقص الساعة الجملية للخزان على ساعة الخزان عند الوصول إلى صفاقص 57 على 3 يساوي 19 لتر كمية البنزين المستهلكة أثناء الذهاب والإياب كمية البنزين التي بالخزان عند انطلاق السيارة من قفصة إلا كمية البنزين المتبقية بالخزان عند الوصول إلى صفاقص في إثنان 28.5 إلى 19 في إثنان يساوي 9.5 في إثنان يساوي 19 لتر أحدد معدل كمية البنزين التي تستهلكها هذه السيارة كل 100 كم الإجابة كمية البنزين التي تستهلكها هذه السيارة كل 100 كم كمية البنزين المستهلكة أثناء الذهاب في عدد الكيلومترات على المسافة المقطوعة 9.5 في 100 على 190 يساوي 950 على 190 يساوي 5 لتر أحدد بطريقتين على الأقل المسافة التي يمكن لهذه السيارة قطعها باستعمال كامل سعة خزانها الإجابة المسافة التي يمكن لهذه السيارة قطعها باستعمال كامل سعة خزانها المسافة المقطوعة في الساعة الجملية للخزان على كمية البنزين المستهلكة أثناء الذهاب 190 في 57 على 9.5 يساوي 10830 على 9.5 يساوي 1140 كم ما المدة الزمنية التي استغرقتها هذه الرحلة باعتبار الوقت المقضى بمدينة صفاقص؟ الإجابة المدة الزمنية التي استغرقتها هذه الرحلة باعتبار الوقت المقضى بمدينة صفاقص؟ المدة المستغرقة ذهاباً مع المدة التي قضاها الصائق في صفاقص؟ 22 ساعة و35 دقيقة مع 3 ساعات و30 دقيقة يساوي 6 ساعات و5 دقائق المسألة الثانية ثانياً لرجل أعمال قطعة أرض مستطيلة الشكل محيطها بالمتر 360 وعرضها 1 على 2 طولها أراد أن يقيم عليها فضاء ترفيهياً للأطفال فرسم محوري تناظر القطعة وقطريها ثم رسم دائرتين قيس شععيهما على التوالي بالمتر 10 و16 ومركزهما مركز المستطيل بنى داخل الدائرة الأولى قاعة قاعدتها في شكل رباعي ورؤوسه تنتمي إلى الدائرة وإلى قطري مستطيل أقام ممرات عرض الواحد بالمتر 6 تربط حدود قطعة الأرض بالدائرة ولها نفس محاور التناظر في المستطيل أحسب بوعدي قطعة الأرض الحقيقيين بالمتر الإجابة نصف المحيط أرسم تصميم الفضاء الترفيهي بمختلف مكوناته معتبراً كل 10 متر في الحقيقة 1 سنتيمتر على التصميم الإجابة الأبعاد على التصميم طول القطعة على التصميم طول القطعة في الحقيقة على 10 120 على 10 يساوي 12 سنتيمتر عرض القطع على التصميم عرض القطع في الحقيقة على 10 60 على 10 يساوي 6 سنتيمتر شعاع الدائرة الأولى على التصميم شعاع الدائرة الأولى في الحقيقة على 10 10 على 10 يساوي 1 سنتيمتر شعاع الدائرة الثانية على التصميم شعاع الدائرة الثانية في الحقيقة على 10 16 على 10 يساوي 1.6 سنتيمتر عرض الممر على التصميم عرض الممر في الحقيقة على 10 6 على 10 يساوي 0.6 سنديم